سائلة كريمة بتقول كنت عايزة أسأل سؤال متجوزة بقالي فترة وكنت اتأخرت في الحمل وروحت عملت عملية فحماتي ندرت ندري لو ربنا كرمني هتطلع مبلغ والحمد لله ربنا كرمني وحامل بس حاليا المبلغ مش متوفر وهي ملهاش يعني دخل معين توفر منه المبلغ فهل في كفارة صاحبة السؤال الأول نذكر بأنه النزر في الشرع هو الزام المكلف نفسه باختياره هو شيء لله تعالى وهو غير لازم عليه في الأصل يعني هو من أوجب على نفسه قرب معينة لله تعالى لما يقول مثلا لله علي كذا لله علي أصوم لله علي أتصدق بقدر كذا فهو شيء ألزم به نفسه وهو مش لازم عليه أصلا هو اللي ألزم به نفسه وأقسم بالله على ذلك لله علي كذا طيب النذر في جملته مشروع لقوله تعالى في شأن الأبرار شو بيوصف الأبرار يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرة كمان بنفهم ده من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من حديث أمنا السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه يعني إذا نذر الإنسان ندر في طاعة لله يبقى واجب عليه أنه هو يوفي به ثم إذا عرض للإنسان ده ما يمنعه من الوفاء بالنذر زي مش قادر يوفي بالنذر زي حالة السائل عدم القدرة عليه طيب في الحالة دي حيبقى على الإنسان كفارة للخروج من هذا النذر اللي أوجبه على نفسه والكفارة دي هي زي كفارة أو هي مثل كفارة اليمين تماما وتعلمنا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين إذن كفرت النذر ككفارة اليمين زي اللي بيحلف كفارة اللي بيحلف وربنا سبحانه وتعالى بين لينا أو بين كيفية التكفير عن اليمين كما هو وارد في قوله تعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون كفارة اليمين بالترتيب كما هي وردة في الآية أول حاجة إطعام العشرة مساكين من أوسط طعام أهل البلد اللي بيسكن فيه الإنسان الحالف اللي هو حلف أو الذي أخصم أو الذي ندر وأراد أنه يخرج لعدم إمكانية وفاءه بالندر ظروف حالة بينه وبين أن يوفي ندره الترتيب بقى الثاني أو كسوت عشر مساكين طب هنلبسهم إيه تلبسهم إذا كان هتلبس من النسوة من النساء أو من الرجال تلبسهم حاجة يعني ينفعوا يصلوا فيها يعني اللي هو زي ما الفقاء قالوا ما يجزي في الصلاة على الترتيب الكفارة رقم ثلاثة اعتق رقبه ولم يعد له واقع الآن رابح حاجة صيام ثلاثة أيام فالي هي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام طيب مقدار الإطعام ده إيه؟ مقدار الإطعام اللي يعني يكفي وجبتين للفقراء والمساكين هتدي له فطار مثلا وغدا هتدي له غدا وعشاء حسب وجبتين في اليوم ويجوز إخراج القيمة في ذلك كما قفت بهذا الأحناف إن إحنا نخرج القيمة قيمة الإطعام ده نخرجه قد إيه؟ المفتبي إلى الآن في الضيارة المصرية في حدود 20 جنيه كحد أدنى 20 جنيه كحد أدنى عن إطعام الفرد الواحد حد أدنى يعني مثلا فريدي أنا عايز أعمل حد الإطعام ألف أنا حرة مية ميتين تلتمية لكن حد أدنى 20 جنيه لا يقل عن العشرين جنيه يزيد آه يزيد فإحنا إذا قمنا بإخراق كفارة الندر فقد صارت الزمة بريئة من المطالبة به ولا مانع يعني دي دايما ننصح بيها أنه لما ربنا يسر الحل للإنسان يعني عند مقدرة الإنسان في أي وقت النهار دايما معهاش تحوش وتقوم بالوفاء الندر فلجأت إلى الكفارة عشان تخرج من الندر في وقت تاني ربنا فتح هو السع فلا مانع في أي وقت ربنا يسر لحضراتكم فيه من الوفاء بشيء من الخير والبر المطلق من باب الشكر لله تعالى على نعمائه ونسأل الله سبحانه وتعالى دوام القبول